اهلا بحضراتكم من جديد وفقر الترند الترند زي ما انتم متعودين معنا الفقرة دي دايما بقى فيها كواليس وموضوعات مهمة جدا والفقرة النهاردة يمكن فيها اربع موضوعات مهمين جدا لان فيهم كواليس وفيهم تفاصيل وفيه كلامة بين السطور اتمنى ان شاء الله يوصل لكل السيدة المشاهدين والمتابعين لقناة النادي الاهلي اول موضوع وكنت بحضر الكلام فيه بدون الخطف تفاصيل او اسماء لعبين ولكن قبل مبدأ الحلقة مفيش بحوالي دقيقة قليلة جدا يمكن خرج خبر رسمي من النادي الاهلي بيتكلم عن نفس الفكرة اللي كنت هتكلم فيها في الحلقة وهي متعلقة وده بناء على اجتماع تم خلال الساعات الاخيرة ما بين الكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني واللاعبين مفيش لاعب من القوام الاساسي للفريق ممكن يخرج اعارة او بيع نهائي ولو على سبيل حتى شوفوا بقى يعني ممكن توصل لابعد مدى اللي هو فين يعني ولو على سبيل اللي انت ممكن تضم صفقة مقابل انك تطلع لعيب يعني شوفوا وصلت لفين مش بتكلم بس على عروض خارجية ممكن تيجي اللعيبة والجهاز الفني او النادي ممكن يسيبها لا ده انت حتى لو عايز تجيب صفقة والنادي اللي انت عايز تجيب منه لعيب طلب منك لعيب في القوام الاساسي ومش بتكلم هنا على انتقالات داخلية لا ده انت ممكن تكون بتجيب لعيب اجنبي يعني لعب انت في اشد الاحتياج ليه ودون الخوط في تفاصيل او امثلة ولكن الناس لو عرفت الامثلة هتتفاجئ ان ازاي ممكن انك ممكن محتاج صفقة لكن في نفس الوقت مش عايز تفرط في لعب ممكن يكون عنصر اساسي في قائمة الفريق عشان مرس القولر بالتأكيد بيلعب بشكل معين محتاج كل عنصر معاه يستكمل معاه الموسم فهي نفس الفكرة مفيش لعب من القوام الاساسي ممكن يخرج ولو على سبيل الاعارة او البيعي النائي حتى لو هتضم صفقة مكانه خلال الفترة اللي جاي ده اللي ماشي في نفس الاطار اللي ليه علاقة بالخبر اللي لسه خارج منذ لحظات من خلال الموقع الرسمي للنادي الاهلي وهو متعلق ان الكابتن سيد عبدالحفيس بيكشف عن عروض تلقاها محمد الشناوي وتقدير الخطيب لموقف حارس الاهلي التفاصيل الكابتن سيد عبدالحفيس مدير القرى في النادي الاهلي كشف عن تلقي محمد الشناوي حارس مارمى الفريق اكثر من عرض احتراف خارجي خلال الفترة الماضية ابرزها من نادي النصر السعودي ونادي ويجن الانجليزي كابتن سيد اضاف ان الشناوي وضع مصلحة الاهلي اولا واختار مصلحة فريقه بالرغم من قيمة العروض التي تلقاها وهذا شيء يحسب لهذا الحارس الكبير وكابتن الاهلي الذي ضرب مثلا في الاخلاص لناديه وتقديره لحاجة الفريق لجهوده واسراره على الاستمرار في موصلة المسيرة لتحقيق المزيد من الانجازات للاهلي واسعاد جماهيره كابتن سيد كمان قال ان الروح اللي تعمل بها الشناوي وعدم تأثره بالاغراءات المالية تعكس قمته الكبيرة عند الاهلوية مسؤولين وجماهير وان ردت فعله تجاه هذه العروض وفي هذا التوقيت كانت وستظل محل لتقدير عند كل قيادات النادي وفي مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب الذي أثنى على الشناوي بشدة كابتن سيد أشار إلى أن ما يقدم لعب الاهلي في مثل هذه المواقف يدعو للإتمئنان على مسيرة الفريق خاصة أن جميعهم يتعاملون بمنطقة الاهلي ومصلحة الاهلي أولا مع التأكيد الكامل من جانب النادي ومسؤوليه على حقوقهم في كل الاتجاهات يعني أنت بتتكلم عن علاقة إيجابية ما بين كل أطراف المنظومة الرياضية في النادي الأهلي الشناوي عنده عرض من النصر السعودي وعنده عرض من نادي ويجل الإنجليزي ويمكن الكلام ده بقاله فترة محدش بيتكلم فيه ويبدو أن العروض دي كانت مستمرة لغاية الساعات الأخيرة كابتن سيد خرج لكل وسائل إعلام وأعلم من خلال هذا الخبر أن الشناوي فضل أن يكمل مع الاهلي حصا على مصلحة الفريق والكابتن سيد أكيد بيعلن ده لكل السادة المتابعين وكل السادة المشاهدين وكل الأهلوية في كل مكان والجهاز الفني والكابتن محمود الخطيب أكيد بيسمينه هذه الخطوة من كابتن فريق النادي الأهلي وحارس مرمى فريق النادي الأهلي وفي نفس الإطار برضه كولر لو محتاج صفقة خارجية ممكن يكون الفريق محتاجها لكن النادي اللي أنت عايز تشتري منه لعيب احتاج لعب عندك وبيمثل في القوام الأساسي هتبقى حريص على استكمال القوام الأساسي عشان ما تجيبش العيب في مركز وممكن تعمل مشكلة في مركز واثنين وثلاثة وبالتالي ده التخطيط وده الإطار الجماعي اللي بيشتغل فيه الأهلي ومنظومة الأهلي خلال الفترة اللي جاية وسبحان الله كنت بحضر للكلام في التفاصيل بدون ذكر أسماء ولكن جمع وضوع الكابتن محمد الشنوي عشان يطفي نوع من الوضوح أكتر في هذه الجزئية عشان نوضح لكل السادة المشاهدين اللي بيتم في مسألة التعاقدات خلال الساعات الأخيرة